اشتركوا في القناة 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 في دورة الابطال الموسم ده فلازم التركيز في كل لحظة في المطش احنا عندنا افضلية في ايه عندنا افضلية ان احنا عندنا اربع مطشات على ملعبنا بداية تم مباراة النهاردة هلو وبعدين مطشين مريخ على ملعبك لان المريخ بيلعب في القاهرة زي ما احنا عارفين ومطش الهلال على ملعبك فهي دي الافضلية بالنسبة لك هتطلع بس لساندونز بعد مطش المريخ اللي جاي تروح تلعب ساندونز وترجع وان شاء الله تقدر كمان تكسب هناك واحنا دايما الثقافة بتاعتنا بتاعت الكرة المصرية بشكل عام وبتاعت النادي الاهلي تحديدا بتتعلق بإيه النخص من ساعة ما مستر مانو الجوزي بصراحة هو اللي دخل الثقافة دي عندنا احنا لما نروح نلعب بره لازم نلعب بره زي جوه ونحاول نكسب الفترة الاخيرة للأسف الكرة المصرية بشكل كامل سواء بقى اهلي او زمالك او كلام من ده كان نادرا لما بنكسب احنا السلام فترة كسبنا الترجي بره في تونس مش متذكر كسبنا حد تاني بره السلام فترة لا لكن في كل احوال ان شاء الله نكسب المرة دي كمان ساندونز بره فده قمر حيكون مهم فانت بتنافس في مباراة قوية جدا نهاردة ومجموعة اقوى في بطول الدوري أبطال لأفريقيا مهم جدا ان انت تتخطى هذه المرحلة وان شاء الله هنتخطاها باذن الله ان احنا بصراحة يعني ما شاء الله لقوة الا بالله اقوى قائمة لفريق في افريقيا هو النادي الاهلي اقوى قائمة لفريق في افريقيا في الحقيقة فعايزين نستغل العناصر القوية جدا عندنا سواء على المستوى الخاص بالجهاز الفني او بالخاصة بالفريق الاول لكرة القدم بالتالي بمناسبة القائمة تعالى نشوف القائمة الخاصة بالمباراة اليوم اللي اختارها مستر بيتسو مسماني واللي حيختار منها يعني المجموعة الخاصة بمباراة اليوم اللي تشارك بشكل اساسي محمد الشناوي علي لطفي مصطفى شبير في احراسة المرمة 22 لعب هما زي ما حرقكم شايفين كده على الشاشة محمد الشناوي علي لطفي مصطفى شبير خط الدفاع ياسر برهيب رمي ربيعة محمد عبد المنعم بيعود محمد هاني موجود وكريم فؤاد اللي ماشي بشكل ممتاز جدا لفترة اللي فاتت سواء في المباراة اللعبة في كاس العالم حتى المباراة الأخيرة قدام المقصة كان لعب كويس قوي قوي بصراحة ومكسب للنادي الأهلي ده أمر مؤكد عودت علي معلول أحد أهم المفاتيح بالنسبة لنا محمود وحيد متواجد عمر السولية موجود بعد ما يعتبر ريح شوية هو حمد فتحي كل واحد اللي عب شوت تقريبا مطش المقصة أليو ديانج موجود أحد أبرز العناصر محمد مجدي أفشاء أيضا ومحمد محمود اللي بيستمر في التواجد مع الأهلي في قائم المباراة المختلفة وده بسبب إيه زي ما قلت لحضركم على ما تذكر الأسبوع اللي فات أن محمد محمود ماشي بشكل كويس جدا في التدريبات ومسيماني مبسوط منه بشكل ملحوظ يعني رجل بيشيد بيه كتير جدا في التدريبات عشان كده كمان خد دقيق في مباراة المقصة اللي فاتت طهر محمد طهر أحمد عبد القادر حسين الشحات ميكي سوني يعني اللي عنده دوافعة معنوية جمدة جدا ومعنوية مرتفعة بعد الجنين اللي جابهم في مرات المقصة وشوفنا قد دي كان بيتقال عالميكي سوني لكن في كل الأحوال هي دي كرة القدم بيرسي تاو بيعود وأكيد عودة مهمة جدا محمد شريف وحسين حسن اللي محتاج جون عشان الدنيا بإذن الله تفتح معاه بشكل كبير مع الأهلي ونشوف منه مشوار طويل مع الفريق بتقلق مستمر فدي القائمة اللي اختارها مستر بيتسو مسماني لهذه المباراة إن شاء الله بإذن الله الأهلي يكون موفق سبعين مليون أهلاوي تقريبا هيتابعوا المباراة النهاردة في كل مكان سواء في البيوت أو في الأهوي الساعة تسعة بالليل نتمنى يا رب كل التوفيق والأهلوي يفرحوا بإذن الله تعالى خلينا نروح نشوف المؤتمر الصحفي الخاص بمستر بيتسو مسماني ومحمد الشنوي كابتن فريق النادي الأهلي هو جزء من المؤتمر نشوف أبرز التصرحات إيه ونرجع نكمل يلا بي